اشتركوا في القناة عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة أيام ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارته في الدنيا والآخرة وكذلك لشفاعته في الدنيا والآخرة وأن يوفقنا للطلب بثأره مع وليه الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة الأليمة نذكر بعض المطالب مختصرا إن ذكرى عاشوراء هذه الذكرى ينبغي أن نستفيد منها في الأبعاد الثلاث البعد الشخصي والبعد النوعي والبعد الديني كل واحد مننا يستفيد لشخصه ويستفيد لسائر الناس ويستفيد لترويج الدين أما الأهداف من إحياء ذكرى عاشوراء فأولا الإصلاح لأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال وإنما خرجته لطلب الإصلاح والإصلاح معناه أن الأمر إذا اعوجه فإن الإنسان يحاول استقامة ذلك الأمر ومن المعلوم أن الأمور حينما تجري بين الناس في كثير من الأحيان يحدث هناك خلل فإن كان هناك التفات إلى ذلك الخلل ومحاولة علاجه فإن ذلك الخلل يزول أو يقل ولكن إذا لم يكن هناك التفات ولم يكن هناك محاولة للعلاج فإن ذلك الخلل يبدأ قليلا وبالتدريج يكثر وكما في المثل يقول اتسع الخرق على الراقع فإذن كل واحد مننا يلاحظ في حياته الشخصية وكذلك في حياته النوعية الاجتماعية مع سائر الناس وكذلك في الأمور الدينية التي ترتبط به إذا رأى هناك خللا فعليه أن يصلح إذا رأى أن هناك تماهلا في صلاته في صومه في سائر أعماله في تركه للقبائح فيحاول استغلال هذه الفرصة واستثمارها للإصلاح ثانيا إزالة المنكرات فإن المنكرات كثيرة تارة في الإنسان يعني مثلا فيه بعض الرذائل الخلقية أو بعض الأعمال غير الصحيحة المنكرة وكذلك في المجتمع فعليه أن يحاول أن يزيل تلك المنكرات في هذه الفترة ويعلم نفسه والآخرين على تركها وثالثا العودة إلى أحكام الإسلام تلك الأحكام التي نقصد بها بالمعنى الأعم لأن الأحكام الإسلامية هجر كثير منها وفي القرآن الكريم قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فغير المتدينين تركوا أكثر أحكام القرآن وأما المتدينون فهم يلتزمون به التكاليف الشرعية الشخصية كالصلاة والصوم والحج وترك مثلا الكذب والغيبة وأمثال ذلك لكن الأحكام النوعية كثير منهم غافل عنها مثلا الأخوة الإسلامية مثلا الوحدة حيث إن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة ويقول إن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون مثلا والحرية وما إلى ذلك هذه الأحكام النوعية يغفل الكثير عنها أو يتصور أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا ويقول أنا لا أستطيع والعاجز ليس بمكلف لكن إذا الجميع حاول أو الأكثر حاول فإن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين وكلمة الله هي العليا فهذه من جهة الأهداف هذه الأهداف الأربع الإصلاح إزالة المنكرات العودة إلى الإسلام والرابع الترابط الاجتماعي لأنه في هذا العصر الترابط خاص بين الأرحام وبين المجتمع قد قل بسبب غلبة الحالة المادية والابتعاد والانشغال فأيضا الإنسان يحاول أن يصل أرحامه وأيضا يوجد علاقات أو يقوي أواصر العلاقات مع المؤمنين وأما من جهة الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها كلنا أولا هذه فرصة مناسبة لهداية الناس لأن الإنسان له عقل وله هوى والهوى أقوى في الإنسان تأثيرا من عقله ولذا تجد أن أكثر الناس لا يشكرون لا يؤمنون أكثرهم للحق كارهون لماذا؟ لأن الهوى أقوى من عقل الإنسان تأثيرا لكن في قضية عاشوراء هناك البعد العاطفي وهذا البعد العاطفي مؤثر جدا فهو كمحرك للعقل لأن العاطفة أقوى من الهوى وأقوى من العقل فإذا امتزجت العاطفة بالعقل وبالدين فإن الإنسان يتغلب على كل هوا فيمكن استثمار هذه المناسبة لهداية الناس لأن العاطفة تحرك عقولهم وتغلب على هواهم وتسبب التفاتهم إلى الحق ثانيا من الأعمال الخدمة يعني خدمة الناس وخاصة خدمة المؤمنين وفي الحديث خير الناس من نفع الناس أو أنفعهم للناس وخدمة الناس خاصة خدمة المؤمنين من أهم الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يقوم بها وهذا يقربهم إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وإلى رسول الله وإلى الدين وثالثا المحبة إشاعة المحبة بين الناس وفي الحديث وهل الدين إلا إلا الحب الإنسان يحب الله ويحب الرسول ويحب الأيام عليهم الصلاة والسلام فيما يرتبط بأصول الدين ويحب المؤمنين ويحب الناس بما هم ناس والمحبة والمحبة هي أيضا محرك من المحركات القوية في إرساء دعائم الحق والحقيقة ورابعا الإنسانية لأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين كجده رسول الله صلى الله عليه وآله والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والأئمة عليهم الصلاة والسلام إنما هم امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله فالبعد الإنساني قطع نظر عن الجانب الديني فالناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا جانب ينبغي مراعاته لتعريف الناس بالإمام الحسين وبالإسلام فهذه الأمور إذا قام بها الإنسان في هذه الأيام ثم يحاول أن تستمر تلك فإنه حينئذ نكون قد سعينا ووضعنا لبنة كل واحد مننا في بناء مجتمع سليم يبنى على الإيمان والحرية والرفاح والأخلاق وبذلك وبذلك نكون قد قدمنا خدمة لأنفسنا أولا ولسائر الناس ثانيا وقبل ذلك نكون قد اكتسبنا رضا الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإقامة هذه المناسبة بأحسن وجه وإقامة الشعائر الحسينية بأحسن طريقة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين